موسيقى يعني بدون مبالغة مفيش جمهور كرة في الدنيا على مستوى الكرة الارضية كلها مش بكلام حقكم على مستوى مصر وعلى مستوى افريقيا ولطن كلمكم على مستوى الكوكب فيش جمهور الدنيا فرحان بفرقته شبعين بطولات زي جمهور نادي الاهل واحنا بنلعب مطشط كتيرة جدا وبنوصل لكم كبير جدا من الالقاب وبنلعب في نهايات افريقيا وبنلعب في كاس العالم وبنقابل فرق من العرق التقيل لكن تفضل مباراة الاهل والزمالك في حتة تانية خالص وليها تقوس وليها يعني ناس معانا تحب تتفرج معاهم واول ما نمطش يخلص في ناس معانا تحب تبعث لهم يعني خلينا نتكلم كده على الخماسية بتاعت الزمالك الاهلوية كلهم فرحانين بيها لغاية دلاتي مع ضفنا النهاردة ونجمينا طبعا كابتن عمر حديد يمسى أخير كابتن عمر مبسوط؟ هاوي الحمد لله يا رب دايما والاهلوية كلهم مبسوطين طبعا بص أول حاجة يعني ما نقدرش نقول غير ألف مليون مبروك لمجلس دارة النادل أهلي بصفة عامة وبصفة خاصة كابتن محمود الخطيب ألف مبروك للعيبة ألف مبروك لمستر موسيماني لتشكيك في إمكانياته ألف مبروك للمكر والدهاء كابتن سدعب حفيظ ألف مبروك للعيبة اللي قالت إحنا موجودين والصفقات والإمكانيات والإبداع والتطور والآلية في الأداء اللي إحنا شفناه تفرجع على المطش ده مع حد معين كابتن عمر؟ ابني لازم ابني يوهو بنشوف حاجات فيه سريخ وحاجات كده غريبة بتحصل أول حد كلمتوا بعد من المطش خلص الرئيس بتاعي كان رئيس مصلحة ضرب المصارية وستاذ عامد سامي هللي بدع وبدع وقولي اللي نفسك فيه طيب بنكلم على المطش إزاي شفت المباراة وإزاي شفت الطريقة اللي لعب بها مستر موسيماني وإزاي شفت التشكيل اللي يمكن واضح إنه طريقة جديدة يعني ما كانش مفاجأة لنا في المطش ده هم من مطش الإسماعيلي ومن قبله مطش البنك الأهلي وهو بيلعب بالطريقة دي وتقريبا يعني بنفس الأسماء بص أنا الراجل ده أطلقت عليه أتعلم المكار مكار هادي قوي مش منفعل لغى جميع الحديث صحفية ما فيش كلام في الميديا خالص سيطر ونفذ على اللي هو عايزه من أول عشر دقايق أول عشر دقايق كل الناس تخيلت إن الناد الأهلي بره الجيم في استحواز بسيط فجأة ابتدى يشتغل بفكره هو اللي هي الثلاثة أربعة ثلاثة بس بأسلوب مختلف إحنا مش متعودين عليه تملي إحنا بنتعودين إن حمدي فاتحي بيبقى الديفندر اللي بنقول مثلا حمدي قدامه ديونج والسولية لا المرضي ده لعب بثلاثة نفس الفكرة العاملة من سرفايسة زمان أولا ما أبدع بثلاثة خمسة اتنين محدش كان متخيل إيه الطريقة اللعبة دي اشتغل بحمدي واشتغل بأيمن واشتغل ببنون عايز يعمل إيه؟ عايز يبقى بدر تحت أكرم ويشتغل معاه في هدوء ويميل عليه شوية عمر السلائي واشتغل بأيمن أشرف تحت علم علول عشان يديله ارتاحية إنه يزيد زيادة معينة في الحتة الهجومية ويميل عليه ألو ديونج في الوقت اللي هو اشتغل فيه في العشر دقايق ابتدى يبص على مفتيح نادي الزمالك اللي الناس كلها متوقعها بين شرقي وزيزو تمام وبص على النقطة اللي هي همزة الوسط ما بين نص الملعب والفرود اللي هو أوباما وبتدى يشوف الصغرات اللي في نص الملعب اللي بتدور ما بين طريق حامد وما بين إمام عشور وبتدى يتوقع السيناريو الغريب في زيادة المسلوسي وعدم ارتداته في الحتة الدفاعية وزيادة فاتوح والحتة اللي وراه حتى لو ملع عليه الوينش أو ملع محمود علاء في الجهة التانية هيبقى فيه صغرات من العنق للأطراف لعب التلاتة العاديين اللي احنا عارفينهم لعب الأربعة اللي هم بقالهم السيناريو موجود بقالهم فترة من مباراة الإسماعيلي اللي هو أكرم وديونج والسولية وعلي معلول بس المرة دي هو غير فكره في النقافشة أو انسايد رايت قدى المساحة دي لبرستاو وخلى شريف سترايكر ثابت في حتة العمق عشان يوقف زيادة من محمود أو من الوينش أو من محمود علاء ودى ارتياحية كبيرة وتحرك وضوء بمناسبة اللقطة دي بس رجوع ديانج والشناريو في المطش ده تعرف ديانج كان موقوف عشان ترضي الإسماعيلي فملاقبش مطش البنك الأهلي والشناريو بقاله فترة مصاب فرق مع الأهلي من وجهة نظرك كابتن عام هقول لك الحاجة ديانج انت مش بتحس انه مش مش موجود موجود انت متعود على القوة والسرعة والالتحام والتزديد عنده الإمكانيات دي نعم بس كان يعني كان برة هقول لبقى الديفندر المبدع مش السرعات بس والقوة والتزديد لا البلسينج والحاجات جديدة اضافت لإمكانيات الوينج الشناوي هتقدر تقول حراس النادي الأهلي كلها أغنية بس الشناوي عنده ثقة غريبة بينه وبين اللي قدامه بينه وبين العشرة حتى لو اتفرقت ما بعد المطش شوفه هو داخل القوة بيسلم على اللعيبة وبيقول لأفشة يا وحش الحاجات دي بتفرق كتيرا مع اللعيبة يا جماعة الكلام ده عامل نفسي كبير بيدي يعني حتى لو فيه أي حاجة لو فيه شوائب بسيطة لموقف حصل في لحظة بتنتهي مع قائد الفريق وأحسن حارس مرمى في أفريقيا ومترشح يا حباب أحسن حراس مرمى في العالم يقول له كلمة زي دي مين فجأك في المطش ده يا كابتن عمر هتبقى أنت مستغرب شوية أفشة أفشة فاكر قبل كده جينا مع بعض وتكلمنا يا أفشة نازم منك أكثر من كده حسينة شحات أنا عايزك تبقى أحسن من كده يا سر يا إبراهيم أنا تراهينت عليك وعايزك سبر رهان أفشة اتعامل بفكر اللي هو إيه عمر الأوركسترا ما تشتغل من غير المايسترون ما يشتغل معها بالسنفونية بتاعته كانت كل كرة بيخدموا عليه وكانت وضحة قوي في الهدف الأولين الكرة من عالم معلول الأفشة أفشة حطها أسست حضارها السلية ابتدى يشتغل كل كرة كان أفشة بيحط اللمساته فيها بس المرة دي كان أفشة وظفته في الملعب كبيرة شوية يعني الفيرود اللعيب الغامض اللي تحت الفيرود اللي ليه ارتحية يتحرك في أي حتة ما كانش ملتزم بأن أنا أتطرف عشان أعمل جملة أوفرلاب أو تيك أوفر مع أكرم لأ كان شغلي منه العمق للفيرود منه عمق على الأطراف لبرسته منه العمق العالم معلول سبت الحتة دي يشتغل فيها علي كويس قوي ده جون شريف بأسست عالمي للسلية نقول بقى حاجة غريبة معلش يعني الواحد يقول لما فيش حد في مصر بيعمل الكرة دي كده ولا حتى المحترفين غير الوحيد اللي يمكن أنا بس اللي شفته عشان اللي يبت معاه هو علي ماهر الحاجات اللي متحركة زي دي أنت تتكلم على الأسست ولا تتكلم على الجول لا الأسست على الأسست اللي حل الأسست قوي إن شريف ترجمها بهدف اللي هي إيه بقى أنت بتعمل أوفر والأوفر مع التوقع والانقضاض بتاكلينج بالسيطرة على الكرة بهدف كابتنخل تتكلم كتير قوي على جول شريف ده نباق وللنجون صعبة جدا انت دلوقتي الكرة وقفها أفشا أفشا الوش الأقرب بص تاكلينج يعني 95% هتقلش 95% يبقى رجله ليمين أقرب أنا كنت بقول لكابتن خلت كده يعني أوقع لأي مهاجم هنا هتبرج ليمين الأقرب إن أنا بكثمها بجيبها من بره لجوه لا هو أصعب حاجة من الخارجي جون ما هو بقى بص في حاجة احنا بلونا في لعبة الكرة ماشية خلاص في التسعة دقيقة جبت ثلاثة جوانيج لا أولا ما كنت ماشي أولا كابتن عام يعني أنا عايز أقولك إن الجمهور الأهلي مبسوط بالخمسة بس كان حاسس إنه لسكور ممكن يبقى أكتر من كده بكتير احنا تعودنا احنا اللعيبة المصرية أولا ما بتجيب الجون الأولاني والتاني بتقول مش هيعوض جبت الثالث خلاص ماد دخل في الجيم تاني في الجون الأولاني أه بس أنت أنت قمت معوض بقى وعملت الصح في الرابع سأقولك حاجة الانتباع اللي جاء عند الجمهور والنتيجة خمسة واحد إنه ستة واحد هتحصل تاني وإنه ستة واحد قريبة وبتهيأ لي أكتر نصف المئة مليون حاسوا بالإحساس ده الحداشر اللابسين أحمر والحداشر اللابسين أبيض جوة الملعب يعني لما نتيجة وصت خمسة واحد في المباراة أنا بتهيأ لي إنه كل لعبة الزمالك كانوا خايفين من تكراري الهزيمة التاريخية بستة واحد ده شيء مفوض ده كان البعبع الأولاني أنت كل كرة كان بيحصل فيك كنت رأتاك من الدفاع بتننتقل من الدفاع للهجوم كان ممكن بتحصل بقى هجوم بنستورح باثنين أفشا وشريف باثنين أفشا وشريف باثنين فيه كرة ما بين علي وما بين أفشا لو نقدر نجيب الفرص اللي ضاعت بعد ما جبنا الخمسة يعني فيه كذا فرصة الحقيقة خمس كو محققة يمكن كذا فرصة كان ممكن خمس كور وفيه ناس يمكن كمان بتاخد على مستر المسلماني في الحتة دي التغييرات أنه حاب يأمن المباراة وأنه المباراة كانت تساعدة طبعا الرجل الكسبان خمسة فطبيعي جدا هو اللي بيفكر في يعني في أنه يعمل هزيمة تاريخية ولا بيفكر في أنه يزول حضرتك عندك أيمن عنده شد بسيط بدر بقى غير رسمي أفشا كان بالضرب جامد أفشا وصل أن اللي احتكاك في الكرة بينه وبنزيزه هتسبب له مشكلة إيه بقى أنا خسرته بدلا ما خسرته طلعته مص ساعة لأ ده أنا خسرته شهر لا أنت في الوقت دوت عايز تغير يعني عايز تتطمن على العيب بتاعك بالبديل بتاعه يبقى كويس نرجع باللقطة دي تاني ده الهدف ده الهدف ده الهدف ديانج علامي برضه في حاجتين دول شريف يعني ناس محتارة شايفة يعني أحلى جون من الخماسية الهدف بتاع ديانج والهدف بتاع محمد شني شريف راجل هداف ألو ديانج أي حد كان بيتفرج شوط ما هي كانت معاك في الشوط الأولاني وداخل الجون لا بلسنج جديدة على ألو ديانج طيب أنا برضه عايز أقف مع علي معلول شوية يعني في ناس كتير جدا بتشوف أن المباراة دي علي رجع بعد بقى الميوني المباراة اللي شاهدت عاودت علي معلول ومستوى مرة تانية طبعا ما فياش كلمة متفق مع ده مليون في المي حمد الله على السلامة أنا قلت بلي كده حمد الله على السلامة معلول يعني كتبت في توفيتر حمد الله على السلامة معلول مش علي كان مش بيقدي لا علي كان مركز أوه في الجيم ده كان مركز أوه في ضربات الجزاء يعني حتى مما تصدد وتعادد هو مصمم وحطت فيها القوة مع أن علي في الضربة الأولى عمل الموقف بتاعه نرجع للباس ده تاني وعايزكم تجيبولي ترئيسة المسلوس اللي دخل بها علي جوه منطقة الجزائر أهي بوس أدي واحد دي واحدة طبعا مؤكدة ويا سلام لو ابتدي نهمل أول من عند علي معلول طبعا ده جزء طيب هنعرض هنعرض الفرص هنعرض الفرص اللي جات في النادي الأهلي ده التانية ما هيرفعها أوفر أكرم أهي ده بتاعت عمر السلية ده الهدف ده البانيلتي ده البانيلتي بتاعة عمر السلية الهدف الخامس الكرة دي بالمناسبة تستاهل طارد يعني انت شايف أنه اللعبة دي وخصوصا المسلوسي كان هواخد إنزار في الشوت الأولاني ما خدش إنزارله في ضربة الجزاء الأولانية ولا خد إنزار في ضربة الجزاء الثاني لا هو خد في الثانية عشان الأولانية كان ممكن يبقى فيها كارت أحمر ان هو لعب على رجله دي قلة خبرة ان انا وانا بجى شتت بشتت وانا متأكد ان اللعب الخصم حطت رجله عمر في الوقت اللي حط في رجله حاية كرة القانون بيقول في الحتة دي ان الكرة لو عدت خلاص هو عدت دي عدت اقصى حاجة ان انا هعمل ملحقتش هحلق واخده واترد لغاية ما استبعده عن حتة منطقة الجزاء هي خلاص هنا دي قلة خبرة بص اول مرة علي يعمل الحجلة بتاعة ضربة الجزاء دي اللي بعد ما تعادت خلاص هو علي بشعراته علي كان بيعمل شعرات مختلفة المرة دي شعراته هو شعار النادي الاهلي انا بتاعة ده انا انا جيت للنادي ده انا مش بحب غير ده لو نرجحها من اولها بقى انا عايزة سروا يا جماعة بص منين من قبل خط النص الكرة دي صعبة جدا 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 عسان توصل كده لبرسيتاو يعني شابوه علي بصراحة ولو شريف لو شريف جون فرق الصور عضبة في الحتة دي شريف أسرع شريف أكتف على الجون أكتر هو يمكن كمان بيرسيتاو لا عرف دي بقى سيد احمد بقى جون عالمي ما يتحطش غير في متحف النادي الاهلي وانا رايح كده او معملة بكعب رجلي اكرم خلاص الحاجات دي ما كانش بعملها غير والد صلاح بس بس خلاص لا انت بص انت وانت داخل خلاص انت الجون طريع يقفل عليك بس في جون كده بنفس الطريقة اللي انت بتقول عليها دي جابوا السلية في نهائي الشامبينز ديج نهائي دولي الأبطال مع كايزة تشيفز كرة اللي تصليحت له بالكعب اما لا الافش هتطبطن رجله ايوا بس دي انت رايح انفراض منك للحارس فالحارس والمدافع في الوقت ده انت بتغير اتجاه الكرة بلمحتك القلية للعب اللي هو اكرم تحتيه على طول اكرم توفيق جون نجوم المباراة من وجهة نظر كابتن عمر الحديد الحداشر لعب بس انا عندي تحفظ شوية معلش حمد فاتح يا جماعة فيلم 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 كبير هقعد اقولها وقعد اقولها كتير ربنا ما اكرموش في فترة اتعور فيها قعد فترة طويلة حمد بيعني اللعيب الشامل فرد يوقف حارس مرمى لبرو هايل ديفندر علامي بعد طبعا الاسماء الكبيرة اللي كانت موجودة في المكان ده اخيرهم طبعا شوقي هو حاجة هايلة مؤدب ما بتشوفش منه تصريحات او او رأيك شام معين لموقف بيحصل له في الملعب اضافة جميلة قوي لنص الملعب وخط الظهر تعتمد عليه انه يجيت في اي مكان يقدر لعب سرد باك ويقدر عبد الفيندر عايز اكلمك عالطريقة بتاعة ميستر المسلماني اللي بدأ فيها هو فجأ الجمهور النادي الاهلي فيها من بداية الدوري واستمر عليها في التلات مطشاط خلينا كلمك هل الطريقة الانسب انح نكمل بيها وهل وصلنا للتوليفة المثالية وهل شفت انه درجة الانسجام وصلت لأعلى معدلاتها في مباراة الزمالك بس خلينا نسمع اجابتك وردك على السؤال بعد الفصل خد بالك يعني من انه الطريقة اللي بيلعب بها ميستر المسلماني والتشكيل اللي بيختاره ميستر المسلماني من اول بداية الدوري طريقة تبدو انها تميل انها تكون دفاعية طريقة تبدو انها فيها تخفص كبير جدا وخصوصا لما التشكيل يكون فيها سبعة بيميلوا للدفاع يعني انت لعبت الاسماعيلي والبنك الاهلي والزمالك معك اكرم ومعلول عطرفين معك ايمن وبدر في النص ومعك حمدي والسولية وديانج سبعة من اصل عشرة بيميلوا اكتر للنحية الدفاعية ورغم كده نجحت في التلات مطشاط دول انك انت تسجل عشرة اداف منهم اربعة في الدرويش وخمسة في الزمالك وده كان سؤالي لك ناس كتير جدا شايف انه ميستر المسلماني متحفز زيادة عن اللزوم وانه اللعبة اللي موجودة في النادي الاهلي تميل انه التشكيل والطريقة يكون فيها شراسة هجومية اكتر مع نجاح الطريقة دي في انك تحق فوز عز مالك بخمسة والاسماعيل بربعة والبنك الاهلي الحقيقة تتوقع ان يكون يعني حسن اسود السندي في بطولة الدوري تتوقع ان الطريقة دي تستمر ولا من الوارد ان القماشة اللي مع مصر المسلماني تسمح له ان يغير انه يدخل عناصر جديدة في التشكيل انت هتستمر حتة معينة في الملعب سابتة ما تشاهد فيهاش كلام ان انا ابتدأ حضر من تحت بحمدي وبدر وايمن هيلة بالنسبة له والسرية وديونج ما عنديش ادنى مشكلة اكرم وعلي انت قلت المجموعة دي ما فيش كلام هتبتدي تكلم عن افشا برستاو شريف هو بيلعب باتنين بس اتنين فيهم سترايكر رايت وفروت ثابت نصيد رايت وفروت ثابت شريف وافشا متحرك لا تاو هو المتحرك افشا خلاص ما بقاش يضطرف زي ما كنا بنشوف قبل كده لو جيت فكرت في طريقة لعبة افشا كان يميد في مطش الزمانك انه حر اكتر لازم يبقى في القلب لازم الرؤية ولازم بيقوله على البليميكر اللي يوديك للجون يعني من تحت في الجون بتاع شريف اللي انت كنت بتتكلم عليه افشا كمال اكتر ناحت الشمال هو اللي رايح الكرة للسولية اللي عمل بيها الربونة للشريف ولو هو هيبقى الارب هو يعمل اوفر بالعكس اما لقى السولية عدل نفسه وعمل الاسيستن الهيئي خلاص وقف وقبلها عمل الكرة بتاعت الو ديانج الباص من علي معلول اسست عمر السولية الاوفر الوان تو بينو بن ديانج بينو بن شريف هدف الكرة السلول اللي اتعامل من علي معلول لبرستاو الانفراض اللي ضيعت من شريف الهدف اللي جابه افشا هتلاقيني برضو في الكورنان متفق عليه معاك في كل دا كتا عمر بس الطريقة دي انا مش ضد يعني احنا مشين بيها كويس جدا انا كنت بسألك هل تتوقع انه يسبتها لكن برضو في نفس الوقت الطريقة دي عاملة مشكلة شوية في اوراق الاهلي الهجومية يعني الطريقة دي انت مضطر معاك تقعد مين هتقعد حسين الشحات هتقعد طهر محمد طهر هتقعد ميكسوني هتقعد عبدالقادر هتقعد عمار هتقعد صلاح محسن هتقعد وليد سليمان كل دول اوراق مهمة جدا وفي ناس بتقولك لا احنا عايزين نشوف الاهلي اكثر مش عارف اكتر شراسة ايه من الخمسة واربعة شراسة اكتر من اربعة وفيش اكتر من خمسة انا فاهم انا فاهم بس يعني اصد اقول انه التشكيل يكون غالب عليه طبعا بس مع وجهة نظرك انا بقولك رأي الناس هقولك انا بقولك الجملة اللي هتبقى فيها ارتياحية للناس انت عارف الاهلي يا جمهور الاهلي الناس اللي عايز فرجع كورة الاهلي عايزة تشوف عمرو عبدالقدر ومكسوني وبرسيتاو وشريف واشا انت كده وصلت الاول الخط السليم وانا بقدي بتاليه تلاتة اربعة تلاتة وبقدي بالاداء ده والخمسة ده الغيارات المناسبة هي دي بقى هنا هتقولي اللي انت بتقوله تغييرات من سيماني كم على عشر من وجهة نظرك في المقر خمسة خمسة على عشر مش عايزة تلاتة وقدي اربعة لا هتقوليه خمسة كان بيميل اكتر للناحية تأمين ما كانش طماع زيادة بس انا مش قادر اعرف ايه اللي كان جواه عشان هو الوحيد هو المساعد بتاعه كابتن سامي ياخد قرار في ايه ايمن كان عنده شد مكسوني عشان يقدم اعتماد اوراقه زي برستاو كان ممكن يبقى عمار كان ممكن مكان افش انا عايز بريميكر يبقى احمد عبدالقادر بص مكان شريف الطبيعي بقى حصام حسن احنا تعودنا هنشوف كده احنا لعيبة كرة او مدربين اتعودنا ان نقول الفيروود بتغير بفيروود بلايميكر بتغير ببلايميكر زيه يمكن حسين بقولك وصل ان اللعب بعد بعد الغيارات للفردية وابتدت تبعد الجماعية في الاداء خلاص بقى عندي يقين بالهدف الرابع اللي جي بعد ما زمالك جاب الهدف الاول ليه بقى الرابع لديانج بعد كده بقى الخامس ضربة الجزاء عمر سليا واحرازة علي معلول انت دخلت في حتة معينة انك انت خمسة زي ما حدرك بتقول وصل لكل واحد وكل واحد اهلاوي عنده نبض معين ده احنا نوصل لستة وسبعة انا اطمعت في المباراة دخل فيها التاني والتالت فكرك في المواتش الاسماعيلي نهاية دورة عام تلاتة وتسعين اما كنا كذبانين الاسماعيلي تلاتة صفر اربعة واحد اربعة اثنين اربعة ثلاثة بقت فيها مشكلة ولو دخلنا في الجيم شوية وتصدد ضرب الجزاء كابتن شوبير من بشير هتدخلك في دوامة انت تعودت عندنا يعني زي ما يقولوا ايه مشكلتين مختلفين عن بعض المشكلة الاولى ان النادي الاهلي في عزم وبيحرز اهداف كتير قوي بيسيب بيسيب او بيبقى فيه ثقة زادة عن اللزوم فدخل فيها واحد واثنين وثلاثة وفي عزم انا في اشد الاحتياج ان انا في مبتش البنك الاهلي اجيب جون واحد بس ده انا عايز اجيب الثاني والثالث احنا شفنا الاداء مكتمل وشامل في مبارات الاسماعيلي مدتش مساحات جبت الجون الاول والثاني والثالث والرابع وقفلت جيمي من غير ما يحرص فيها اهداف دي مهم اوي كنا احنا بنقولها بانه وبن بعض اللعيبة في خط الظهر معنا كابتن شوبير احنا ميهمناش الفيروت بتاعنا يجيب جون واثنين ويضيع ويقدر يجيب هدف واثنين وثلاثة سيبوا يعمل له عايزوا احنا اهم حاجة احنا احنا ما نستقبلش اي حاجة وما نسببش دوشة وعدم ثقة للعيمة نص الملعب ان هي هتشتغل شغلها الطبيعي عشان تخلي الهدفين بتوعنا يجيبوا جواه دي مهم كمدافع كابتن عمر ده سبب اي من وجهة نظرك احنا عندنا يعني سواء كابتن شناوي او بدر مع ايمن مع ياسر مع حتى ربيعة كلهم اسماء مدافعين من عارة قيل ليش باك الاهلي بتستعب الاهداف من وجهة نظرك حاولها خالحاجة الكرة الاولينية بتاعت مصاف فتحي كرة من السبات محدش يتوقع التزديد وراحت في حتة بس محدش بيسيف حد يشوت من هنا كابتن عمر نسا بقوله هو انت سبت مساحة معانا ان يشوت من السبات اتنين الزحمة اللي موجودة دي انا ريح نفسي من فوق ريح لو شناو مطلعت اشتغل انا بدر وايمن اشتغل الكورل عالية وحمد فتحي والسلية اخلص الموضوع حصل الدربكة حصل الهدف التالتة اللي انا اعتب عليها لعب تنادي الاهلي ما انفعش ان احط اسس في طمانطات الجزاء من اوفر بحضرها لللي جاي اللي جاي في الوقت دي انا بقولها لمحمد هاني انت مش رايح تروح بجسمك انا رايح طاير على الكورة بيع نفسي اصلي ما عندوش الملكة اللي قدامي ده ان هيعمل كده هيغير اتجاه ويرقص او يريوغ انا برمي نفسي على الكورة خلاص انا في الحتة اللي بنسبة 99% ليه هو شايف الجون والرؤية غير مكتملة للشناوي وانا بنقذ ما يمكن انقذه في الواحد في المية دي ان انا برمي نفسي على الكورة هي دي بقى اللي احنا كنا نقول عليها ايه في دقيقة لعبة الكورة بقى دي ممكن نقصة هاني شوية ايه الحتة اللي محتاجة تتطور في اداء وشكل فريد نادي الاهلي عشان اللي جاي يعني من وقع ثلاث مطشط لعبنهم انا هتطلع افريقيا برا الحسابات انا هتكلم عن مطشط الدولي اسماعيلي بنك اهلي زمالك عشر اهداف ايه الحاجات اللي انت عشر اهداف طبعا دخل فيك مجون دخل فيك ثلاث اهداف لا اجيب العشرة ماخشش في حاجة معاك معاك بس انا بصد اقول في الاداء بشكل عام احنا عندنا يسا موسم طويل جدا امرهل جدا احنا هنرجع من التوقف الدولي ده الاهلي عنده ثلاث مطشط في خلال سبعة ايام فانت داخل ده تاني في الدوامة بتاعت الموسم اللي فات شئت ام قبيت كل يوم من ماشر اه هتلعب تسعتاشر واثنين وعشرين وخمسة وعشرين مقاولين غز محلة سموح ثلاثة واربعات فبالتالي ايه اللي انت عايز تشوفه عندنا فترة فيها توقف بالتأكيد ميستر الموسماني اهه خمس ايام راحة اللي من الدقيقة عشرة للدقيقة تمانية وثلاثين اشوف النادي الاهلي التسعين دقيقة كده استحواز اتكامع على مطش شوط اول في الزمالك الاستحواز والاداء والنقل والكرة والابداع كل حاجة حلو هو ده النادي الاهلي يعني انت شايف انه نص شوط الاولاني ده النموذج اللي الاهلي يشتغل عليه للموسم كنت الاهم من الكرة روح لعيبة النادي الاهلي الروح مش في الاداء الروح في ساعة الهدف اما شفناه كل اللي عددكة كانوا فين كانوا عند شريف كانوا عند ديانج كانوا عند ديانج صحيح هي دي هي دي الروح دي تبقى من اول ديئة لتسعين ديئة بيحصل فترات رقود واستحواز خليها بقى بدل ان انا بدلا مفقد الكرة اخلي الكرة هي اللي تتحرك يعني امسك الكرة وانقل المنافسة السندي على الدولة شايفها ازاي هتبقى كتيرة هتلاقي حاجات كتيرة بتحصل في الملعب غريبة الشكل ده بيكسب وده مش متعود ده كازب الماتشي الاولين لتلاتة الصفر وراح يلعب فرقة لسه صعدة او كانت بتلحق نفسها في الاماكن المطمئنة جوه الجدول بتكسب بالتلاتة ايه الموضوع هو مين بيعيده مين بس الفرق اللي مش هتلحق تلم عدد من النقاط بالذات بره للاربع الاوائل هتلاقي يبقى عنده صعوبة ان يجمع دوته في الدرق التين مين الاربع الاوائل من وجهة نظرك مين بين الفرق اللي هتنفس على المركز الاربع الاول يعني أنت هتقول للناد الأهلي طبيعي ما فاش كلامي يعني ناد الزمالك هتلاقي بيرامدز هتلاقي ما فيش حد بقى ملفت للأنظار هتلاقي فيوتشر افسي احنا حزانة على الإسماعيل اللي كنا بنشوفه تملي بيبقى موجود هتلاقي المأولين ان احنا متعواضين من عماد النحاس أداءه اللي احنا شفناه أول سنة كان عامل إبداع في الأداء هتلاقي مفاجآت في اللعب فرق بتبقى خسرانا ثلاثة والماتش اللي بعده كذبانا ثلاثة فيش فرقة واضح انها لفت نظرك او حس انها تقدم موسم قوي السنة اللي الغريب او اللي انا اقول عليه شابوه للالتزام ربطة الاندية وكرار عماد متعب احد اعضاء اللجنة ان الدوري يتلعب بالانتظام ده تملي عمرنا ما شفنا اهل وزمالك بيبقى في اسبوع التالت عمرها ما حصلت لأ الالتزام والتصميم ان لعبنا دور التالت وظهر النتيجة دي الدوري كده هيبقى مولحنا تملي بنستنى ماتش اهل وزمالك يا الاسبوع الحداشة الاسبوع الاثناشر يا اخر ماتش في الدوري تتوقع انها تكون نسخة الدوري الافضل على اطلاق يعني السنة دي شايفين غير وجود الربط يعني يحصل طبعا واحد وعشرين اتنين وعشرين هتبقى مختلفة عن كل الدوريات قبل كده مين حسن اسود اقول ان كابتن خالد جلال لقى نقى مجموعة كويس قوي كميتها كميتها لايق على بعضها اللعيبة كلها كل واحد جايبه من كل فيلم اغنية من نديه هيعمل تبلوء عالي قوي مع الادابة على عيبته اللي ظهر الفترة اللي فاتت اللعيبة اللي هتقعد على الدكة الفترة اللي جاية او اللي هتبقى عندها صعوبة نوعا ما انها تاخد فرصتها تقولها يا كابتن عمر اقول له اصبر عشان هي هجيلك بس اهم حاجة وهي جايلك تبقى انت جاهز انك تعلن عن نفسك دي مهم اوي انك انت وانت موجود بتقدي استبعدت مثلا ورجيت ترجع اثبت للناس ان انا ما كنتش بعيد انا موجود بس اثبت ان انا ما عودش تاني الفرصة هتبقى صعبة السنة دي اوي اوي كل واحد عايز يفحر لنفسه اسم في التاريخ الجديد جوا متحف النادي الاهلي اللي هيتعمل من المباراة اللي فاتت انقل معاك لمنتخب مصر عندنا مواطشين مهمين جدا مع الانجولا اولا برا وبعد كده نرجع نلعب مع الجابون تقييمك لمستر كارلوس كيروش انا مش يعني مش هادر اقول انه خد الفرصة الكافية لتقييم او للحكم عليه لكن الحقيقة الراجل جي في الظروف صعبة شوية والترتيب بتاع منتخب مصر وظروف المجموعة كان الى حد ما معقد لكن قدر يصح اوضاع وقدرنا بسرعة نحس انه لا فيه فرق في شكل المنتخب شايف بصمة كيروش ازاي مع منتخب مصر وشايف ازاي المطشين اللي جايين كفرصة قدام كيروش والمنتخب بص سوز احمد اول حاجة اللقطة بتاعة مستر كوروش والمجهاز الفني المعاون ليه المصري خد نسبة 20% في اداء مطش ليبيا خد حتة معينة من امكانيات لعيبته خلاص وصلنا لان احنا اتفرج على اول تلاتة اسابيع من الدور العام تلاتة يحط عني للمفاتيح اللي لها كيان كبير في اداء فرقة المنتخب مش هقول ان متأخرة افشا وشريف دي من الاول لازم يكونوا موجودين اتنين هيحصل نفس الغلطة دي تاني اللي حصلت مع افشا وشريف ان انا استبعدت زيزو وطارق ورمضان يا جماعة قبل ما انا افكر ان انا استبعد اي لعيب لي اسمه لي كيانه في فرقته لازم يبقى فيه قعدة معاه قبل ما اعلم بتلاتة اربعة ايام دي ثقافة نفسية للعب نفسه ان انا اقعد معاه مثلا انا اعلنت بعد مطش الزمالك قبل يومين قعد اتكلم معهم لاداهم كويس طب هما كانوا هايلين لو هما كانوا هايلين كان هايدهمهم وله هو واخد في قرار ان الاستبعاد المجموعة دي كان هو واخد في قرار ان الاستبعاد التلاتة دول تفسيرك لسبب الاستبعاد ايه من وجهة نظرك يعني هو لما استبعت شريف وافشا كانوا الاثنين مقدمين موسم قوي جدا وحتى في المباراة الوديا لعيبها المنتخب قبل المطشبته عليبيا شريف كان متقلق ومسجل وعمل كل حاجة في الكور بتشوف الراجل ايه الرسالة هل في رسالة بداية عايز يبعثها ولو في رسالة ايه هي الرسالة دي ممكن اقول لك الشيء اللي هو قاله في المؤتمر كان غير مقنع للشعب المصري هو ما قالش حاجة في المؤتمر ما قالش حاجة يعني ايه اللي انت قلته ما انت ما فيش شيء مقنع تقولهولي عشان اقتنع الاستبعاد لاتنين دول انت دلوقتي بتعيد نفس الموضوع مطالب بانه يقدم مبررات مقنعة ولا هو يتحمل بدم بيتحمل المسؤولية با هو صاحب القرار الوحيد انا دلوقتي مع استاذ احمد وهو متحمل المسؤولية واجاد خلاص استبعد بقى ان انا اتكلم معه في اي حاجة واسيبه يدير زي ما هو عايز لا ما انا هاسيبك تدير انت المدير الفني وانت صاحب القرار انت اللي ادأك بيقول انك انت لو كنت في موت شليبيا ما قدتش قرارك موجود الكلام ده في العقد انك انت كنا نقول لك شكرا مع السلامة تمام وهتفكر في مدير فن جديد السيفي بتاعه بيقول وبيقول وبيقول قدت بتلات اهداف في ملعب احنا عمرنا ملعبنا على الترتان بالاداء دوت وبالشكل دوت وثلاثة صفر احسن بكتير من الاداء اللي ظهر في موت شو مصر في استاد القايرة وكسبنا واحد صفر طب ايه كويس قوي اللي جاي بقى المفروض بقى ايه انك انت جمعت امكانيات اللعيبة في قبل الموت شو بتاعليبيا بنسبة 25% وصلت دلوقتي ل 35% 40% عرفت الكورة بتاع وكمية لعبة المصريين بتتلعب ازاي عرفتها المطلوب ان احنا نشوف بقى نبزة من امكانيات المدير الفني تنطبع على اداء اللعيبة مطشة الجولة صعبة كابتن عمر في الظروف دي في التوقيت ده شايفها مطشة صعبة على المنتخب بص الامكانيات اللعيبة اللي موجودة تعلي كافة منتخب مصر هقول لنا تلاقي دي تعلي كافة منتخب مصر كويس بس في نقطة هو الاهل ما بقى كويس منتخب مصر بقى كويس بجد هقول لك على حاجة يعني مش تحيز للاهل يعني كان فيه مرة مرة سوز احمد كنا موجود كان مدرب روماني كان موجود اسم رودوليسكو رودوليسكو اه كان معاه الله يرحمه الدكتور محمد علي وكابتن هني مصطفى خادس 16 لعيبة اللي موجودين في مطش الاهلي والبدادية هو اللي ضموهم قال لك جميع اللعيبة بالغيرات هي اللي هتنضم الناد الاهلي هي في وجود كابتن حسن شحاته 2006 و2008 و2010 كان لعبة الناد الاهلي عالية قوي قوي وكانوا موجودين ولعيبة كلها كانت بتجيد ولعيبة كلها كانت امكانية احمد فتحي ولا واقل ولا شادي لعيبة كتير انت في الوقت دوت كل ما اللعيبة عندها التزام وكل اللعيبة ما عندها أداء وعندها سبات انفعالي في أداءها وسبات في المستوى هينطبع على منتخب مصر طبعا اللعيبة اللي بره بتيجي في وقت دا بتنسامج بتندمج مع اللي موجودين كويس قوي طيب واللعيبة اللي في مصر هما العددها الأكتر هي اللي موجودة أكتر وهما اللي موجودين بنسبة 9 لعيبة أو 8 لعيبة موجودين في الملعب هما اللي بيزيدوا ثقة لللعب المحترف اللي جاي مبارات احتمل تجارب يعني الراجل مش هيبان منه شغل أي حاجة هو مش عايز غير من المطشين الستة بونت عايز من المطشين الستة بونت بعد كده يقول ويبدع ويعمل الخلطة ويطبخ بطريقته احنا كلنا هنقول ايه احنا دقنا قبل كده يعني يمكن يعني هقولك شوية يمكن يلا حد من النس بتفكر ازاي جمهور يعني جمهور الكرة بفكر ازاي جمهور بونت الكرة مش فارق مع الستة بونت قوي بتوع المنتخب جمهور الكرة عايز يتطمن على المنتخب للأصعب واللي جاي بعد كده سواء كاس أمم أفريقيا وسواء المواجهة الفصلة مع تصفيات كاس العالم ده بالنسبة لجمهور الأهم المنتخب ده في الفترة القليلة اللي فضلة دي شهر ونص تقريبا هيروح يعمل حاجة في كاس الأمم ولا هيروح يقول سلام عليكم طب عليكم السلام المنتخب ده لما يوصل من الواجهة واحد من الخمسة الكبار المغرب الجزائر تونس كاميرون نيجيريا كاميرون تقريبا مش تصنيف مش من الخمسة القوائل مش فاكر المنتخب الخمس مين بس هم أكيد الشمال الأفريقي كله جزائر تونس مغرب ومعهم نيجيريا والسنغال السنغال تصنيف خمسة كبار فعايزة تطمن لما تروح توابلها واحد من الخمسة هتعمل ايه دي علامة الاستفام المهمة بالنسبة لجمهور الكرة في مصر أقول لك بقى علامة الاستفام لا هي علامة الاستفام للشعب المصري والإجابة الغريبة ان احنا بنجيد اللعبة مع الكبار احنا بنجيد اللعبة مع الكبار هنلعب مع الأسماء الكبيرة دي وتحطي تحت ضغط بنقدي أداء غير طبيعي هتلعبني مع فرقة لها اسم بس متواضعة الإمكانيات هتلاقيني بنزل لها مش هي اللي تطلع لي وحاجة تكلم في المطلق في العام ولا أرجع عجيبي القديمة مش عايز بس فكر الناس بحاجات توجع يعني نروحنا لعبنا مع روسيا وروحنا لعبنا مع السعودية وروحنا لعبنا مع رجوية ما كانش فيه محد من الكبارة يعني حطوا رجوية في حتة لوحدها ما كناش كبار يا كابتن عمر مش القصد دول كود فوار والسنغال وكاميرون وجزير والمغرب ثلاث فرقة بتوشمال أفريقيا بالذات مغرب جزائر تونس ليك فكر معين معهم مختلف بتأدي معهم أداء مختلف رغم كلهم محترفين ومكسرين الدنيا هقول لك حاجة تانية أنت أنا قلت لك الخمسة حسب التصنيف دلوقتي مغرب جزائر تونس السنغال مين الأفضل من نوجة ناجيريا ناجيريا مين الأفضل؟ يعني من الدولة اللي تحب أنك أنت تتواجهها في مرحلة التصفيات؟ جزائر الجزائر فيه كيميا كده بس أنت تضحك فيه كيميا كده غريبة بس جزائر فيها أو السنين وماليش دعوة والله أما بحط في حساباتي أنه هما بيبقوا كويسين باب أنا كويس قوي أما بحط أن أنا بتفرج عليهم وشاهدهم منتزمين مش عدم ثقف أولادنا والله خالص بالعكس أنا شايف أنه منتخب الجيل ده يعني أنا شايفه يوصل يوصل عسرع من كل الجيل اللي فاتت يوصل بعيد كمان في كاس العالم بس محتاج شوك لبقى حد يشتغل عليه التوليفة والانسجام اللي أنت متعوده شفته قبل كده اللي أنت بتشوفه دلوقتي قلق فبقت الثقة بدلا ما كانت 100% قلت بنسبة 20 أو 30% مش عايز أقول 50 لأ بقت 60% طب وليه ما وصلش للـ 80 ومع المشاط تبقى 90 وأشيل حتة الخوف من قلوب المصرية هي ماتش بالأداء ده بالالتزام ده بالاستحواز ده بنسبان السيرك زي ما بنوب لعيبت الكرة بيخليك من جواك مطم طيب تعال نروح معك لشوية ذكريات كده نفتكرها مع بعض طيب خلينا نشوف الصورة دي وأنا قاعد بتشير تراويات ده كان الكابتن جوهري مسك منتخب الأردن وكانوا هيلعبوا ماتش وكنت أنا مسك فرقة الجيش 93 اللي هي فرقة روئة وحسام حسن والوينش وكنت كسبت أربعة واحد وكان الكابتن جوهري موجود هو أبو تشير تبيجي نسند عليها الله يرحمه الله يرحمه والصورة اللي أبلها دي بطلت أفريقيا أول مرة في حياتي ألبس ماديليا 93 أما كسدنا أفريقيا سبور في الصادق قايرة 1-0 أحسسك أنا أي وقتها كابتن عمر أنا مش مسد أنا أنا ملعبتش أنا الماتشات كلها أنا بره لعبت الماتش اللي هناك والماتش اللي هنا كابتن طرق السليم رحمة الله عليبي يقول لكابتن هاريس إحنا عايزين نلعب هناك بتلاتة كانت طول عمره بيلعب باربعة أول ماتش يلعب بتلاتة لعبت أنا والكابتن عالي عب صدي والكابتن جميل السيد نروح لسورة تانية لا لا قبل دي ليه عدناها دي دي نجوم النادل الأهلي طبعا فليكس فليكس طبعا وعمر الحديدي كابتن شوبير عدل عبر رحمن كابتن عادل ده هادي وكابتن يوسف وسمع عربي وابو الدهب وليد صلاح أحمد عبد الفتاح ده ياسر ده مش ده ياسر ريان ياسر ريان اه اللي ما بين وليد وإحمد عبد الفتاح اه اللي بين أبو الدهب وبين ياسر أنا مش مش شايف الصورة يمكن هنا مش جايفة شوية صح دي الصورة الأولى دي وأنا موجود مع مستر بيتر شيلر الخبير النمساوي اللي الأهلي جابه وحضر معنا في المنتجع في مرسى مطروح وكان الراجل بيكرمني ساعتها ايه الصورة الثانية دي الدورة الـ وكاتب تصورنا وكاتب شعب شافي ودكتور محمود سع الصورة دي وأنا مع غزل المحلة بالفلينة الحمرم وكاتفيات بيضة كاس أفريكي الصورة بتاعتكابتن جهري ايه طبعا انتقدتوا دايما متعودين تروحوا ومعسكراتك اللي جاي قبل أن المصر تبدأ كابتن عبد لا كانت أول مرة كنا مدربين مدربين وكان كابتن رمضان جاي بلينا مستر بيتر شيرر النمساوي يحضر 60 مدرب بتوع الأكاديمية واللي عايز يخش من قطاع نشئين يستفد من الانكانية الراجل دي فرقة التحاد سكنداري وأنا موجود معهم كوفتة وأشرف عفحليم وشريف علي ومحمد إبراهيم وكرم مرسي ومرعي ويوسف طاهر وهاني أحمد لسه في تواصل مع أولاد جيلك كابتن عمدي وشرف دي أفريكا سبورت 3-2 الأهلي برضو السنين للإحتياطي كانت خضراء عشان هم كانوا مصميم عبد الجليل هو على يمين هو تحت جمال السيد وكابتن حسام لأ اللي جنب عبد الجليل جمال السيد انت بتين من فوق كابتن جمال السيد حسن كابتن شبير كابتن عادل كابتن بريم حسن علاء عبد الصادق كابتن علاء طبعا ياسر ريان كابتن قصام عربي من أعرب حد كلمتوا منهم كافي بينكم مكالمة أو كافي بينكم معابلة أعرب واحد كنت بتكلمه هو جمال السيد بس اليوم دوت كأنه أنا نازل بسخن كابتن بريم حسن تمالي كنا بنربط إيدينا بأساور هنا بتاعة اللصة بلصة دي قال لي تسمع اللي أنا هقولك عليه كابتن العرب صادق قال لي جوه الصندوق عندهم فروض طوله مية أربعة وتسين سنتي مالكش دعوة بالأطراف إحنا نطرف إنت لأ دي تقلتلي في الماتش اللي هناك وتقلتلي هنا بس كان عندهم لعيب في نص ملعب اسمه أعلن سيرجي ماجي كان راح للمدريد الفروض اللي عندهم كان أخوي صفانة مية أربعة وتسين سنتي وكنت بالعب على واحد يعني قطر رقابته يعني أقول إيه اسمه أحمد وطارة طيارة كنت نفسي ومنعيني أن أقول أن النادي الأهل أما جاب لعيب من المحلة وكان جمال السيد مسكة حديد إحنا الاثنين والوحد اللي كنا موجودين في الملعب في الوقت ده جايين منتقلين نسبت أن إحنا صفقاتنا بسورة طبعا عن نادي الأهل ده راينر هولمن عور في العضلة الخلفية ومستر هولمن صمم قال لك كابتان أحمد مية رحمة الله عليه أن أنا عايز أخلي عمرو يخش في الماتش قبل اللي ما نبدأ البطولة العربية كانت في 95 وكان هو اللي موجود ساعتها معي وقال لي قوم سخن رغم أن كان الوقت ده كان عايز يجب أن نبقى في الملعب لعيب نفروت في الماتش ده قال لنا عايز التنسانيات فترة الألمان أول سنتين كان مستر هاليس ثاني سنة مستر هولمن ثالث سنة كان زويتسا قبل زويتسا كان منتخب كنت أنا ساعتها منتخب لا بعد هولمن جيت سبل بعد هولمن كانت سبل كان فيه سلودة أنا موقف الكورة نورتنا كابتن عمرو أسعدتنا فأشكرك جدا على وجودك معنا مبروك مرة تانية القمسية تهدي الفوز ده المين بالمناسبة بص أقول للمبدعين للي عمرنا النبض الطبيعي للروح اللي بقية لنا بعد قرار ربنا في قبض روح أي حد جميل النادي الناس دي تعبوا وتحرموا اللي موجود في البيوت أو اللي موجود في الشوارع أو اللي موجود في المدرجات ما تتخيلوش أما بتكسبه وتسعده الناس دي طبعا طبعا مصدر فرحة أساسي محدش يختلف إنه إحساس السعادة والفرحة اللي بتتولد من انتمائك وحبك وتشجيعك لنادي الأهلي لا يقارن بشيء تاني مبروك الخمسية نورتنا وشرفتنا كابتن عمر حبيبا أستاذ أحمدان اللي اتشرفت بجيء مع حضرتك رباني يا كريم بذكر حضرتكم على المتابعة ونلتقي إن شاء الله بإذن الله بإذن الله على شاشة الأهلي دايما على كل خير في السادسة تحياتي لحضرتكم شكرا